سلمت السفيرة الأمريكية في بيروت دورثي شيا الرئيس اللبناني ميشيل عون رسالة من الوسيط الأمريكي الخاص بملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل عموس فستاين إلى ذلك قال الأمين العام بحزب الله حسن نصر الله إن رد الوسيط الأمريكي المكتوب خطوة جيدة ويمكن أن تتضح الأمور في الأيام المقبلة ورقة جديدة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل سلمتها السفيرة الأمريكية في بيروت إلى لبنان ورقة تنطلق مما خلصت إليه الجولات السابقة من المفاوضات بحسب متابعين خصوصا لجهة اعتماد الخط 23 ومعادلة حقل قانا مقابل حقل كاريش أضيفت إليها معادلة فصل الاتفاق على الترسيم البحري عن النزاع البري بشأن منطقة النقورة لم يتحدث عن الترسيم البري لأنه كما ذكرنا أي تحريك للنقطة بوان شمالا 12 متر هذا يعني لصمح الله تناجل لبنان عن حدوده وبالتالي يؤثر على الترسيم البحري ويؤثر على النقطة بوان ونفق النقورة وبالتالي نكون قد تناجلنا عن بعض الحدود البرية سريعا ارتفعت الأصداء الإيجابية في لبنان رئيس مجلس النواب اعتبر أن المسودة تلبي المطالب اللبنانية وانسحبت الإيجابية أيضا على حديث الأمين العام لحزب الله نحن من موقعنا نأمل أن تكون خواتيم الأمور جيدة إن شاء الله وأن تكون طيبة للبنان وللبنانيين جميعا إذا وفق الله سبحانه وتعالى لنتيجة جيدة وطيبة في هذا الملف فإن ذلك سيفتح آفاقا كبيرة وواعدة جدا إن شاء الله عاجلا بدأ لبنان اتصالات داخلية لدراسة الموقف وسلمت رئاسة الجمهورية نسخة الرد الأمريكي إلى قيادة الجيش لوضع ملاحظاتها التقنية عليه دراسة ربما تستغرق أياما قبل بلورة موقف لبناني رسميا من الرسالة الأمريكية بانتظار الرد اللبناني على رسالة هوكستين يدخل ملف الترسيم شهر الحسم قبل انتهاء ولاية عون الرئاسية ورغم الإيجابية التي يصبغ الجميع المفاوضات بها طبق العبرة في الخواتيم حمد شبارو العربي بيروت في المقابل نقل موقع والا الإسرائيلي عم مسؤول غربي قوله إن إسرائيل تسلمت نسخة من المقترح الأمريكي لترسيم الحدود مع لبنان كما نقلت القناة الثانية عشر الإسرائيلية عن مصادر قولها إن الطاقم الأمنية الإسرائيلي سيصدق الأسبوع المقبل على اتفاق ترسيم الحدود البحرية وينضم إلينا من بيروت مرسلنا محمد شباروة من القدس أحمد دراوشة محمد أبدأ معك من بيروت تبدو نبرة حسن نصر الله متفائلة الوضع العام في لبنان كذلك حمد اللفت أكثر اليوم هو أن من صدر عنه الأجواء الإيجابية هو حزب الله تحديدا أبعد من ذلك عادة في الخطابات الأخيرة التي كانت توصف أيضا بأنها إيجابية كان في المقابل لا يستسني خيار التصعيد أو الحديث عن جهوزية حزب الله في حال تم تأخير هذا الاتفاق أو في حال لبنان لم يحصل على حقوقه ولكنها للمرة الأولى التي يكتفي فقط فيها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بالإشارة إلى الإيجابية أو التقدم الحاصل أيضا هذا الإيجابية تولى إشاعتها أيضا أن رئيس مجلس النواب نبيه بره وهو حليف حزب الله وهو أيضا كان مكلف بهذا الملف في الفترة السابقة وبالتالي هو تحدث ليس فقط عن إيجابية بل أيضا أشار إلى النقطة العالقة التي كانت عالقة على الأقل وهي المتعلقة بمنطقة النقورة عندما قال أو تحدث عن إيجابية في هذا الملف واعتباره أن لبنان حقق مكسبا بعدم الربط الترسيم البحري بالترسيم البري عموما يمكن القول أن لبنان سينكب في الأسبوع المقبل على دراسة هذه المسودة وتقديم الملاحظات التقانية عليها ولكن في الخطوط العريضة باتت تقريبا بالنسبة للجانب اللبناني لا اعتراضات جوهرية لا إن كان على صعيد اعتماد الخط 23 كمنطلق للترسيم ولا لجهة المطلب المتعلق بحق القانا مقابل حق الكريش وبقيت النقطة الأخيرة والتي كان هناك علامات استفهام كبيرة حولها والمتعلقة بالنقورة وتحديدا بما يسمى نفق النقورة وإن كانت إسرائيل ستحاول ترسيخ معادلة تمنحها أفضلية في ادعاء حقوقها في هذه المنطقة في المقابل لبنان يقول بأنه لن يتنازل عن هذه المنطقة بطبيعة الحال أيضا الحكومة اللبنانية لم يصدر بعد عنها أي موقف متعلق بهذا الملف ولكن في حال صدقت هذه الإيجابية الصادرة اليوم عن الجانب اللبناني فسنكون أمام سيناريوه وتوقيع هذا الاتفاق في نهاية هذا أشار في منطقة النقورة كما أشار أيضا في تصريحاته رئيس مجلس النواب نبيه بري حامد نعم أحمد دروشة من الناصرة هل يبدو الوضع كذلك أيضا في إسرائيل كيف تنظر تل أبيب إلى هذه المرحلة من هذا الاتفاق المفترض؟ صحيح حامد هناك تفاؤل كبير في إسرائيل حتى بالتوصل إلى اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة إسرائيل تنتظر أمرين الأمر الأول هو الزيارة التي يكون بها مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حلاتة إلى واشنطن هذه الأيام هناك غموض كبير لا أستطيع أن أقول لك إن كان هو متواجد الآن في واشنطن أو سيغادر إليها ولكن هناك انتظار شديد لما قد تحمله هذه الزيارة بالإضافة إلى انعقاد الكابينيت الأمني والسياسي يوم الخميس المقبل هذا الكابينيت هو الذي يناط به عادة التوقيع على اتفاقيات في حال صدورها لذلك التقديرات في إسرائيل إلا أن الكابينيت سيصادق بالفعل على هذا الاتفاق يوم الخميس المقبل بعد انتظار طويل مقطة التحول من وجهة نظر إسرائيلية جاءت في خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله قبل أسبوعين وليس اليوم حينها كانت تركيز عربيا بالأساس على الخطاب العسكري أو على الجزء العسكري من الخطاب لكن التركيز الإسرائيلي كان على عبارة وردت في هذا الخطاب قال فيها أنه طالما أن المفاوضات مستمرة فإن حزب الله سيتيح لهذه المفاوضات الاستمرار ولن يتدخل عسكريا هذه الجملة لقطتها إسرائيل على اعتبار أنها تهدئة وعلى اعتبار أنها نقطة تحول في مصار هذه المفاوضات لكن حامد مع كل هذا إلى الآن لا توجد أي تفاصيل عن فحوة المبادرة التي تسلمتها إسرائيل من غير الواضح ما هو مصير النقاط الخلافية إلى الآن أيضا فيما يتعلق بزيارة مستشار الأمن القومي لإسرائيل إلى واشنطن طالما أن إسرائيل استلمت هذه الملف وطالما أنه لا يوجد عليه أي تعديل وهي النسخة اللهائية فما هو الداعي لهذه الزيارة التي ينتظر الكابنت العودة منها حتى يصادق على هذا الاتفاق تفاؤل شديد في إسرائيل لكن لا تزال الاحتمالات مفتوحة على كافة الخيارات أحمد روشة من الناصرة ومحمد إشباري من بيروت شكرا جزيلا لكم